اشتركوا في القناة وتم العثور في وقت لاحقا على جثث نساء وعظم بشرية في مكان اقامتهما تضمن التقرير اتصالا مع كاتب السيناريو احمد عشور الذي كشف انه حصل على بعض الوثائق التي تشير الى براءة ريا وسكينة عندما كان بصدد تحضير فيلم وثائقي عن القضية اكد عشور انه تم العثور على الجثث في منزلهما لكنه شكك في ان يكون الفاعلتين وان الاحتلال الانجليزي انذاك قد يكون هو من قم بالجرائم ولفقها لسيدتين استند السيناريست في رأيه الى ان ريا وسكينة كانتا مناهضتين للاحتلال وقد شاركتا مع الثورة التي قامت في وجهه بداية القضية بدأت في الاسكندرية بحدوث سلسلة من الجرائم الوحشية لاكثر من ثلاث سنوات القصة التي هزت مصر في عام 1920 بحي اللبان افقر منطقة في ميناء الاسكندرية شهدت قتل سبعة عشر امرأة دون رحمة ودفن جثثهن داخل المنزل الذي كان مسرحا للجرائم بحثت الشرطة في القضية دون التوصل لنتيجة الا ان احد المخبرين اثارت شكوكه رائحة بخورا كثيفة تنبعث من غرفة في شارعي علي بيك الكبير كانت تعود الغرفة لريا مما دفع اليوزباشي باخلاء الغرفة وتفتيشها ونزع بلاطها ليجد جثة سيدة وبعدها تم القض على ريا وبقية المجموعة المكونة من خمسة افراد اخرين منهم شقيقتها سكينة وزوجها وزوج اختها في السادس عشر من مايو 1921 اصدر الرئيس احمد بيك الصلح موسى حكم الاعدام بحق ريا وسكينة وزوجيهما واثنين من العصابة المشاركين في عملية القتل الفعلي للنساء بينما حكم على الصائغ حسن علي محمد بخمس سنوات في السجن لقيامه بشرائم جوهرات الضحايا تم اقتيادهم الى السجون لتنفيذ عقوبة الاعدام لتنطوي هذه الصفحة المزعجة في حياة المصريين يعود الهدوء الى المدينة الساحلية التي افتقدت سحرها لمدة عامين بدماء الضحايا بعد الجدل حول براءة تلك العصابة حصل سيناريست احمد عشور على الموافقة من قبل الرقابة المصرية لتصوير وتجسيد فيلم براءة ريا وسكينة والاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة التقى احمد عشور في عملية بحثه باحفاد العرابي وعبد الرازق المتهمين في القضية وحفيد اليوزباش المسؤول عن القضية وما استخلصه منهم ساعده في توجيه ابحاثه لاكتشاف المزيد من الحقائق حيث قال حفيد اليوزباشي ان جده حينما قرر ان يعلن ان القضية ملفقة تم قتله ليمسك اليوزباشي ابراهيم حمد القضية لانه كان متعاونا مع الانجليز عشور لم يذكر وجود الجثث في حجرة ريا وسكينة لكن لم يثبت من قتلهم ودفنهم لان البلاغ جاء بعد تركهم المنزل مؤكدا ان هذه القضية الملفقة هدفها صنع قضية رأي عام تلهي الناس عن الثورة والاحتلال الانجليزي وبسبب خطورة وجود سكينة مع الجهاز السري للثورة بقيادة عبد الرحمن باشا وتدور احداث الفيلم حول محاولة اثبت براءة سفاحتي الاسكندرية ريا وسكينة استنادا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوتها وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة اوضح عاشور ان الفيلم كان في البداية مشروعا لاحدى القنوات الاجنبية اذ كانت تعد لفيلم وثائقي عن اسوأ عشر شخصية في التاريخ من بينهما ريا وسكينة اضاف ان القناة الاجنبية اشترطت ان يكون هناك شيء جديد لذا ظل لفترة طويلة يبحث عن حقيقة القصة من هنا بدأت حكاية الفيلم وعرف ان السيدتين كانتا ضحية للاحتلال الانجليزي ريا وسكينة مشهورتان في الاسكندرية في مصر بانهما ترزع عمتا عصابة لسرقة السيدات قتلهن وبعد سنوات طويلة من الاجرام تم القبض عليهما واعدامهما وكانت الاثنتان اولى سيدتين تعدمان في العصر الحديث وهو ما تم رصده في العديد من الافام السينمائية والمسلسلة التلفزيونية سواء قديما او حديثا مثل مسلسل ريا وسكينة للفنانتين عبل كامل وسمية الخشاب تم تناول القصة مسرحيا في عرض ريا وسكينة لسهير البابلي وشادية وعبد المنعمة بولي وأحمد بدير ورصدت القصة سينمائيا من خلال فيلم ريا وسكينة لنجمة إبراهيم وفريد شوقي وفيلم آخر يحمل نفس الاسم ريا وسكينة لشاريهان ويونس شلبي وفيلم إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة للفنانين إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري وزوزو حمدي كما تم تقديمه إذاعيا في مسلسل عودة ريا وسكينة بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني بعنوان ريا وسكينة تقديم هالة فاخر وغادى عبد الرازق اشتركوا في القناة